بسم الله الرحمن الرحيم في الفيديو دو هنتكلم عن جوجل فوتوز او برنامج جوجل للصور وليه هو مهم جدا ومفيد جدا جدا ان انت تستخدمه على اجهزتك المختلفة سواء اللابتوب او كمبيوتر او موبايل سواء ابل او اندرويد ويهي الابديت المهم اللي هيحصل في 1 يونيو 2021 ولازم ناخد بالنا منه اولا جوجل فوتوز لو انت الموبايل بتاعك اندرويد فانت غالبا هتلاقيه نازل عندك على الجهازة من غير ما تحمل اي حاجة او لو انت ابل هتنزله من ابستور ولو على الكمبيوتر او اللابتوب فانت هتستخدمه عادي جدا من الويب سايت بتاعهم اللي هو جوجل داتكم فوتوز تبقى مميزات جوجل فوتوز وليه مهم ان انت تستخدمه هوا برنامج بيسمح لك ان انت ترفع السور بتاعتك عليه على السور بتاعجوجل والسور دي بتبقى مربوطة ب الاكاونت بتاعجوجل بتاعجوجل اللي هو الجيميل مسلا يعني فسواء انت فتحت الاكاونت بتاعجوا دوت م Hind店ك اي دي Vice عندك او اي جهاز عندك هتلاقي السور بتاعتك دي موجود عليه تقدر تشوفه فاي وقت لو انا دخلت مثلا ده جوجل فوتوز هنا بفتحه من على الكمبيوتر الاول و весجلت بالكاونت بتاعي ده كده دخل على جوجل فوتس بتاعي وقدر اشوف كل الصور بتاعتي اللي مبودة على جوجل فوتس بتاعي تعالوا نتفرغوا على برنامج فوتس على الاندرويد هو ده البرنامج هنلاقي الصور بتاعتنا كلها اللي هي مربوطة بالاكاونت بتاعنا أنا عشان أنا عامل لوجين بالاكاونت بتاعي هنا من هنا الصورة بتاعت الاكاونت بتاعك تقدر تحدد الاكاونت اللي انت هتخش منه انا already مسجل بالaccount Gmail بتاعك انت مفروض تسجل بالaccount Gmail بتاعك عادي زي ما انا مسجل كده عشان تتأكد ان ال backup شغال هتدوس على والbackup and sync وتتأكد اللي هي مفاعلة تفاعلها تمام وفي هنا ال upload size high quality وال original quality ال original quality اللي هي الصور والفيديوهات زي ما هي بالضبط وال high quality فهي quality قريبة جدا من original quality قد تكون عالة منها شوية وقد تكون زيها الفرق ان الصور الاكتر من 16 ميكا بيكسل ال resolution بتاعها بتبقى 16 ميكا بيكسل والفيديوهات بتبقى لحد 1080p والاكتر من 1080p بتنزل ل 1080p عموما انا شايف ان ال high quality كويسة جدا وما ظهرنش حد هيحتاج اكتر من كده الا بقى لو انت مهتم ترفع فيديوهاتك 4K مثلا او صور دكوتها عالية جدا اعلى من 16 ميكا بيكسل فتضطر تختور ال original quality ايه ال update الجديد اللي هيحصل بقى على جوجل photos بتاريخ 1 يونيو 2021 احنا اتكلمنا ان فيه اثنين qualities ال original وال high quality قبل 1 يونيو 2021 فانت ليه 15 جيجا بتوع الاكاونت الجيميل بتاعت بيتخصموا منهم يعني ان انت ترفع حاجات ال original quality الحاجات اللي انت رفعتها هيتخصموا من ال 15 جيجا دول وما ال 15 جيجا يخلصوا اتضطر ان انت تمسح حاجات من حاجات اللي انت رفعتها عشان ترفع حاجات جديدة ياما تشتري جيجا اكتر بفلوس بالنسبة ال high quality كان unlimited يعني تقدر ترفع حاجات لانهائية بمساحة لانهائية من غير ما تخلص بال quality اللي هي high quality ال update الجديد بقى اللي 1 يونيو 2021 هيخلي ال high quality كمان من ضمن ال 15 جيجا اللي متحين لك على الاكاونت بتاعك لما يخلصوا هتتطر برضو هتمسح حاجات قديمة يتشتري جيجا اكتر بفلوس ده ال update المهم بس فيه حاجة ان انت لو قريدي رفع حاجات كتير قبل 1 يونيو 2021 فمش هيتخصموا من ال 15 جيجا اللي هيتخصم من ال 15 جيجا الحاجات اللي انت هترفعها بعد 1 يونيو 2021 فلو انت بتتفرج على الفيديو قبل التاريخ ده نصيح ليك اله هيرفع كل سورك وفيديواتك على جوجل فوتوز بال high quality علشان تلحق تستفيد بالمساحة اللي نهائية قبل ما بعد 1 يونيو 2021 هتبقى 15 جيجا بس ولما تخلص هتبقى بفلوس وطبعا تقدر تشتري 100 جيجا اضافية مثلا عندي هنا ب 15 جنيه في الشهر لما بتفعل باكت بتاع جوجل فوتوز بيبدأ يشتغل upload في ال background في هنا sale data usage لو انت عايز تلغي اللي هو upload من الموبايل data علشان ميستهلبش باكت بتاعت الموبايل باكت نوبايل ويشتغل بس على الواي فوتوز لان هو automatic بيبدأ في ال background في الخلفية بيبدأ يعمل upload automatic بالصور فيديوهات بتاعتك على جوجل فوتوز في هنا حاجة backup device folders تختار الفولدر اللي انت عاوز تعمل لها backup دي كل الصور اللي هو شاف فيها صور او فيديوهات اللي عندي انت عندك طبعة مختلفة عندك فولدرات غير اللي عندي بتفعل او تلغي تفعيل اي واحدة فيهم عشان تشوف انت عايز ايه فولدرات اللي تعمل لها بكة وايه اللي لأ في حاجة تانية مهمة وكويسة ان انت تقدر تفري اوب ديفايس توريج انا كده لو انا ضغطت على فري اوب 14 جيجا ده هيمسح كل صور او الفيديوهات اللي مرفوعة على جوجل فوتوز وفيها هتفضيل امسحها 14 جيجا عندي ايه الجهاز لان هي الصور خلاص مرفوعة على جوجل واقدر اكسيسها من اي حتة باستخدام بتاعي جيميل بتاعي نرجع تاني لصفحة الكمبيوتر واحنا كده الحدرات يقولنا مستين في فوتوز الميزة الاول ان انت تقدر تشاير كل صورك وفيديوهاتك ما بين اجهزتك المختلفة عن طريق اللي هي مرفوعة ومربوطة بالكاونت جيميل بتاعك بتشاير صور من الموبايل للكمبيوتر مثلا او العكس والميزة التانية ان انت تفضي مساحة من الموبايل بما ان كده كده الصور مرفوعة على السيرفر بتاع جوجل وتقدر تنزلها او تشوفها في اي وقت انت عايزه ايه المميزات التانية جوجل فوتس بيرتب الصور بيرتبها بفولدرات لو دوسنا هنا ايه دي كل الاشخاص اللي موجودة جوجل فوتس عمل فولدر لكل شخص يتعرف عليه لوحده يعني هو بيتعرف على الاشخاص نفسه بيعمل لكل واحد فيهم فولدر ولو دخلت على اي واحد فيهم هيجيب لك كل الصور بتاعته كل الصور اللي هو ظاهر فيها فدي طريقة تنظيمة الاشخاص مش الاشخاص بس ايه تاني الاماكن المدن وهكزا وبردو الاشياء بيقسم برضو الاشياء هنا تعرف على الصور اللي فيها عياد ميلاد وفواتير وقصور تمام غير التقسيمات التلقائية انت ممكن تعمل الالبوم تمام ده ممكن تجيب الالبوم وتعمل كريات الالبوم انت تعمل الالبوم جديد تقدر تسميه اي اسم انت عايزه وتختار صور اللي انت عايزها في الالبوم دوت دي اللي هو صور موجودة اصلا على جوال فوتس يعني دي حاجة كويسة جدا انت تقسم الصور بتاعتك سواء الصور اللي هو بيقسمها تلقائية الالبوم لكل حاجة انت عايز تقسمها يعني صورك اللي انت عايز تقسمها ومن ضمن برضو الحاجات المفيدة جدا ان انت تقدر تبحس عن اي حاجة تمام انا في دوت تقدر تكتب اي حاجة عايز تبحس عن ها يجيب لك نتائج البحث بتاعتها. عايز مسلا كل السور اللي فيها قطط روح كاتب كاتس مسلا جيب لك كل الصور اللي فيها قطط اه دي الصور اللي يعني طبعا بيقى فيه نسبة اه خطأ يعني مش مش لازم تقيق ايما في المائية بس يعني بتساعد ونتيكتب مسلا اي دي كارد جيب لك كل الصور اللي فيها كرنيهات او بطاعة شخصية او كده يعني اي حاجة بانت عايزها مسلا اه وبرضو ممكن تكتب اه بلد معينة الصور المسلا اللي في مكة مكان جيب لك كل الصور اللي في مكة ممكنها بحيث على اسم شخص احمد يكلفة انا هيجيب لنا الصور بتاعتنا ممكن تكتب تاريخ معين 2019 هيجيب لك كل الصور اللي في 2019 او تختار اي شهر 2019 دي كل الصور اللي في 2019 فممكن تسترش على اي حاجة تخطر على بالك وهو زاكي اللي هو يقدر يكتشف الحاجة اللي انت كتبتها دي موجودة في الصور ولا لأ فدي ميزة كويسة جدا ايه تاني ممكن نعمله ان احنا مسلا بيقسمها وممكن نعمل الابوم ممكن نعمل غير الابوم حاجة اسمها كريشنز نعمل مسلا في ساعات هو الابليكيشن من نفسه بيعملين حاجات تأثيرات معينة ممكن نسايفها وهنا اللي هو كزا صورة تخليهم صورة متحركة وهنا كزا صورة تحطون في صورة واحدة وموفيز اللي انت كزا صورة تعملهم في فيديو تمام بتختار الصور وهو اللي بيعمل مسلا نجرر مسلا الانيميشن مسلا هنا تضيف الصور مسلا عايز الصور اللي فيها كل الصور اللي فيها مابس او خرائط انت تختار هنا كل الخرائط اللي انت عايز تضيفها مسلا يعني نعمل اي حاجة عشوائية تمام اعمل كريشن فكده عمل صورة متحركة ايه دي صورة متحركة مش صورة سابتة فيها كل الخرائط دي ايه تاني مفيد ان انت ممكن تشاير الصور يعني انت عندك صورة عايز تشايرها تديها لحد صاحبك البوم معين عايز تشايره لاصدقائك تمام تبقى عامل المشاركة للالبوم ده قلمت المشاركة وتعمل مسلا كوبي للينك فهو اعمل كوبي للينك اي حد مع اللينك دوت يقدر يشوف الالبوم دوت دي لصاحبك او صاحبك لانت اشار نعمل الالبوم وقت يخش عليه شوفه بالصور فكل دي مميزات مفيدة جدا 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 جوا الفوز من ضمن المميزات برضو ان احنا نقدر نعدل على الصور مثلا انا فتحت الابليكيشن من الاندرويد فتحت الصورة دي اقدر اعمل اقدر اختار شوية تعديل على الالوان اقدر اعمل للصورة او روتيت وقدر اعمل مغيانة وقدر اعمل حاجات تانية تقدروا تجربوها بنفسك وتقدروا تستكشفوها بنفسك بعد ما خلص اقدر اسايف الصورة عندي ان انا احفظ على نفس الصورة القديمة والصورة القديمة خلاص متباش موجودة بها الصورة المعدلة دي بس او ان انا اعمل صورة جديدة فيها التعديلات والصورة القديمة اصيبها زي ما هي من غير مجي جنبها ممكن عايدة ادوس شير بقى زي ما شوفنا قبل كده واجيب اللينك بتاع الصورة وابعتها لحد لو انا حبيب واخر حاجة هنتكلم عنها هي لينس لينس دي خدمة بتقدمها جوجل لو انا دست عليها بيبتدل اللي هو يدور على الصورة دي في الويب ويشوف صور متعلقة بيها مثلا فدي حاجة ممكن تكون مفيدة جدا لنا لو في صورة احنا مش عارفين الصورة دي بتعبر عن ايه نقدر نتعرف عليها عن طريق جوجل لينس وحاجة تانية اللي هو بيتعرف على النصوص لو عندك صورة فيها كلام او نصوص عايز تاخده كوبي مثلا تفتح مثلا الصورة دي وعايز تدوس على هنا بيترجم النص المكتوب سواء عربي او انجليزي لنص انت ممكن تسيلكتو وتاخده كوبي اعملو بيست في اي حتة ممكن يكون مفيد جدا جدا لو انت عندك صورة عايز تعرف الكلام اللي فيها بدل ما تنقله وانت عايز تاخده كوبي على طول ارقام بقى كلام عربي او بالانجليزي اي لغة ممكن تاخده الترجمة لو حابب ممكن برضو تقدر لو انت حابب لو عندك اي صورة تقدر تجيب البنات تاعتها لو دست على الطلب شرط اللي فوق على اليمين دول هيجيب لك بقى كل حاجة عن الصورة دي تاخد الكاميرا نوعها ايه وايه الاشخاص اللي ظهرين فيها والتاريخ بتاعها والرسليوشن بتاع الكاميرا كان ميجا بيكسل كل معلومات الصورة وبكده الفيديو بتاعنا خلص ما تنساش دوس لايك وسبسكراب لك قناة لو الفيديو بتاعنا عجبك وشكرا ليكم والسلام عليكم